علشان بس ما نظلمش حد. اه. اي مقرنة مع اي مدير كورة في تاريخ النادي الاهلي كله. مع الكابتن سيد عبد الحفيز بالارقام والانجازات والبطولات. في صالح الكابتن سيد وبتظلم اي حد اشتغل جنبه تاني. حتى الاسماء اللي الناس بتقول عليها اسماء عظيمة. في المدة كلها في صالح الكابتن سيد. كده كده المقرنة مش ارقام. انا بكلم مقرنة على فكرة السيطرة. سيطرة. كسيطرة. يعني الكابتن سيد اللي سنين يشتغل في المنسب ده. اقرنه بالكابتن خالب بيبو. اللي بقاله كامشة. في مشاكل. في مشاكل على اعتبال انت لسه داخل عايز تعرف السيطرة. اللعيب اللي انت بتجيبه جديد داخل النادي الاهلي بياخد الوقت عبال ما بينساجم وبيتأكل. في مشاكل. الازمة اللي حصلت وخلت الناس بتتكلم. ان انت الكابتن سيد كان مستقر. كانش فيه اي مشاكل. كان فيه اتفاق كبير تجيب الدم بينه وبابين كولر. فانت غيرته مرة واحد. وبالمناسبة كان فيه الجلسة اللي اتأجلت. الجلسة اللي هي النهاردة دي كانت المفروض جلسة بين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وكولر. كولر كان مجاهز. النوع مش شكوى. نوع انتوا بعد التحفزات على الجهاز الاداري. كابتن خالب بيبو. الجهاز الاداري اللي معاه. والجهاز الطبي للنادي الاهلي. بسبب مدة غياب اللاعبة المصابة. والتشخصات. بعض التشخصات خطيئة. في لعبة بتقال عليها جهزة تنزل الملعب. ما هياش جهزة. في لعبة بيقول لك خلاص بيت سليمة. تنزل. الاصابة تتجدد عندها مرة تانية. فده كان كولر. تابو ليه عنده تحفز على الجهاز بيبو. هو شايف انه هو ما بيوفرلوش الدعم والحماية اللي كان موفرها له الكابتن سال عبدالحفيز. يقول لك انا في حاجات برا الملعب انا بتفاجئ بيها.